الأمر آخر أيضاً البعض غير مدرك لطبيعة المرحلة ويطلب تفعيل قضايا لا يجب تفعيلها في هذه المرحلة ويصير قضايا خلافية إذا تم تأجيلها في هذه المرحلة لن تدير الدولة شيئاً ولن تدير للم شيئاً هناك خطاب ثقافي يعني نجده أنه يهتسع بزمامه إلى أشياء كثيرة تجعلنا أنه لا نركز في قضايا كبيرة دعني أقولك شيئاً أولاً الوزراء عندما يأتون عملية التغير في الهامش في عملية أنهم يغيروا بأفكارهم بيكون قليل يعني لا ينكر أن كل من يأتي هو بيقدم فكراً وطالما أنه هو يعني لأنه الفكر بيخرج من المنظومة العامة للثقافة وبالتالي عملية التغيير فيها وبيضيف إليها بعض ما يرى أنه يفعل العمل أثناء وجوده وبالتالي فنجد أن احنا بنبني على ما يعني